وعليك صلاة الله ذم السلام فبرها مجد عاشق في كوامي قول حي على الفلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي أخذ بنا الأراح وأن لفدنا قبل ظهور الأشباح وعلمنا على رسال نبينا أن الأراح بذوله مجملة فما تعرف المدى أتلف وما تدع كلام منها اختلف وأشهد بلا إله إلا الله وحدهما شريك له وأنه حملاً عبده الذي استفاهه وملكاً فكيراً والصلاة والسلام على من آخر وعلى المهايدين والنصار وعلى آله الأخار والصحابة الأحيان وعلى التابعين وتابعين بإحسان إلا يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس تقضوا الله تعالى حق تقوى وراتلهم 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 يعلموا تروا تعالى يسمعوا ويراء وعلموا الله خير الحديث الكتاب وخير الملاك ملاك ملاك محمد إبو الشرف والمخضلاتها وكل الله أكبر وكل الله أكبر وكل الله أكبر فقال تعالى إننا نزولون وإهدون أصبهم من أحوالهم فقالوا معنى بفتحون يا أيها الذين عمروا لا يستطعهم من قروم أعسلكم أليهم وعلى ساكم المساء وعلى ساكم أليهم وأعلموا وأعلموا لكم وعلى ساكم أليهم وعلى ساكم أليهم وعلى ساكم أليهم بس يسمعوا في السرطة وعلى ساكم أليهم وأن أميجوا بقومها إذا هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتبوك ويراء من الظن إن بعد الظن إذن ولا تجسسوا ولا يخدر بعضكم بعضا أي حب أحدكم وأن يأكل الأحما فيه ميتا فكرهتموه فتقول الله إن الله تعوى أبو الرحيم وأحرى مسلم في سحيمه عن أبي أوريلة رضي الله وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا ولا تباغدوا ولا تدابروا ولا تداججوا ولا يبئ أحده على أبي عباده وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخزده ولا يخقره أتقواها هنا أتقواها هنا أتقواها هنا وأشار صلى الله عليه وسلم إلى صدره كل المسلم يعني المسلم حرام دمه وماله وعبده بحسنونه من الشر أن يحقى الأخاه المسلم وأخرج ابنه حزيمته وابنه خبانه بصحب حيهما عن عبد الله المعارف الخطار رضي الله عنه وعنده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أطلوب يا وفنك بقاء يا أيها الناس فإن الله فالأذر عنكم عميدة جائدة يا أيها الناس مؤمن تحيي كريم على الله وفاجر شقي هيلا على الله يا أيها الناس لنا خلقناكم من ذكرين ومرزين وجعلناكم شعوا وقبائل لذا عرفوا إن أكرفكم إن الله يتقاكم ولو أحمد في مسلم يعني في نظرة أنه قال حدثني من شهد خطمة النبي صلى الله عليه وسلم وهو على بعيد يقول يا أيها الناس يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربيين على أعجمي ولا لي أسود على أحمر إلا بتقوى كيركم من الله أتقاكم هذا هو حق الله تعالى وقد خلقنا من الله وقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسف شمهنا السور ونحن أقرأ إليه من حب الوريد إذا تلقى إذا تلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ها ينفض من قول إلا لديه الرقيب العتيق مجموع retrouبي وسأسكرت بالنور بالحق ذلك ما كنت بالأزحيم ونفضها في السور ذلك يا مبعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت لهمتي من هذا فكشفنا عملك قطاءك فبصر أبيت يا حديد وقال علمت يا إيسان وكلنا ذلك الإسان أن الناس يوم القيامة السنفان سنف مقرر مصان وآخر مبعد مهان سنف نصبت لهم الأسرة والهجال والأرائف والكلال وجمعت لهم الرغائف والآمال والسنف وعدت لهم السلاسل والأغنال والمقامع والسنال وضروب الأهوال ونكال ولم تدر من أي السنفين أنت ولا في أي فريقين كنت وأخرج المخاري عن عليهم كرم الله تعالى وجه رفعه إن أخر ما أخاف عليكم اتباعوا الهواء وطول الأمل فأما اتباعوا الهواء في الصدع الحق وأما طول الأمل فينسل آخرة ألا وإن الدنيا قدر قحل المدبرة وإن الآخرة قدر قحل المدبرة ولكل واحدة اللي هم أقلون وكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الجنيا فإن اليوم أعمل ولا حساب وغدا حساب ولا أعمل شكرا للمشاهدة الحمد لله الذي أمرنا لتقرار ابتغي المسئلة الحمد لله أمرنا أمرنا لأفيه بنفسي وذلنا بملائكة القدس وذلنا بملائكة بالجميع وإنس فقال تشريفا من نبيه وتكريما إن الله أرغب ملائكة جهد السلمون على النبي يا أيها الأولى وصفوا عليه وسلم وتسليما ورواء سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن صلى الله عليه الصلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا وفي رواية وانصلى عليه عشرا صلى الله عليه مئة وانصلى عليه مئة صلى الله عليه ألفا وانصلى عليه ألفا زاحمت كتبه الأجفل على باب الجنة عليكم بكثار من السلام على النبي شفراء تجد ذلك إن الله هو عظم أدراء اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مديد اللهم صلي على سيدنا محمد عبك ورسولك النبي الأمي اللهم صلي على سيدنا محمد للفاتح لما أولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقذاره العظيم ورضا اللهم عن صحابته وفنفائه الراشدين الهادين المهتدين الصديق الأخبار سيدنا أبي بكر من الرئي للنوار عن سراج أهل الجنة إلى الناطق في الصواب شهيد المحراب أبي حفص سيدنا عمر بن خطاب وعنه الفقه والذي رضى الرحمن أبي عبد الله سيدنا عظمان بن عفان وعن باب مدينة العلم ليس بني غالب أبي الحسن سيدنا عاليم إذن أبي طالب وعن ستة الباقية لا زالت إلى العراراقية اللهم انصرنا به وانصرنا النصر الدين واخذرنا الخضر المسلمين الله ما أهلت من كان في هلاكه راحة المسلمين والدمر عداء الدين وجعل موالهم وذراريهم غنيمة للمسلمين وابتب السلامة والعافية لجميع المسلمين وانجنا من كل بلاء وربا وغلاء وطاعون وزنا ووباء طهر من جميع ذلك هذا البلد خاصة وبلاد المسلمين عامة وانفر لنا ولي والدين ولي الشيخنا ولم سبقنا بالإيمان وليهم مؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات اللهم ارفعنا الجهد والجوع والعرياء وقشبعنا من الأكبر لا إيمان لا يوشفوا غيرك اللهم افرج عن أمت سيدنا محمد اللهم افرج عن أمت سيدنا محمد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيجائز لكم وينهي على الفخشاء والمنكر والغرياء يعدكم لعلكم لذكرون أقول قولي هذا وأصدر الله لي ولكم وأقل الصلاة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد بالله رب العالمين الرحمن الرحيم الملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يهدنا الصلاة والمستقيم الصلاة والذين أنامت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الضالين مذل الذين حملوا يحملوا يحملوها كمذل الحمير يحملوا أصفارا بسم ذل القامل الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهد القامل الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتموا أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموتين كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله علم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم لما تردون إلى أعلم الغيب وشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا ندي للصلاة من يوم الجمعة فصعوا إلى ذكر الله وذلوا البيعة لأنكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فاتشروا في الأرض ويأتقوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوة فضوا إليها وتركوا كقائما قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين اشتركوا في القناة